بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة زره مخلصا هذه أيضا من الأحوال ومن الظروف التي يجب على كل مؤمن أن يجعلها نصب عينيه عندما يريد أن يأتي لزيارة الحسين سلام الله عليه أن تكون زائرا مخلصا للحسين سلام الله عليه مخلصا في نيتك في زيارتك للحسين سلام الله عليه هذا الأمر وهذا الحال ورد كثيرا التأكيد من أهل البلد سلام الله عليهم على شيعتهم بأن يزوروا سيد الشهداء عليه السلام مخلصين في نياتهم لاحظوا مثلا هذه الرواية التي وردت عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله سلام الله عليه الصادق قال قلت جعلت في داك ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا له عارفا بحقه لاحظوا هنا يبين نية الإخلاص يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة لا يريد شيئا آخر يريد فقط رضا الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتحصل على الدرجات العليا في الآخرة فقال له يا هارون من أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا جزاء من يزور قبر الحسين عليه السلام مخلصا لا يجعل في ذلك أي نية أخرى يجعل نيته خالصة للحسين سلام الله عليه وللين رضا الله سبحانه وتعالى كذلك في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال من زار قبر الحسين عليه السلام وهو يريد الله عز وجل لا يريد رضا الناس لا يريد أن يتحصل من وراء الزيارة أي أمر آخر يريد به رضا الله سبحانه وتعالى شيعه يعني مشى في زيارته مشى معه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل حتى يرد إلى منزله لاحظوا هذا الثواب العظيم بأن الإنسان الزائر المخلص في نيته يكون الذين يرجعونه إلى داره هؤلاء الملائكة العظام جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هم الذين يشيعونه من قبر الحسين عليه السلام إلى أن يرجع إلى داره كم هو هذا المقام العظيم كم هو هذا الفضل العظيم لزائر الحسين عليه السلام المخلص في نيته كذلك في رواية أخرى عن زيد بن علي سلام الله عليه قال من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام لا يريد به إلا الله تعالى ظفر له جميع ذنوبه أو ظفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كم هو زبد البحر كثير وكم هو متكرر هذا البحر عندما يأتي إلى الساحل كم هو هذا الزبد البحر الذي يبقى كم هو كثير على مدى طول البحر وهو متكرر كلما جاءت مياه البحر إلى الساحل تكونت هذا الزبد وتكون هذا الزبد زيد سلام الله عليه يقول بأنه الزائر المخلص لسيد الشوداء عليه السلام مهما كانت ذنوبه كثيرة مهما كانت ذنوبه متكررة من عنده تخف تخفر له هذه الذنوب فاستكثروا من زيارته يخفر الله لكم ذنوبكم هذا من الأمور التي حث عليها أهل البيت سلام الله عليهم بأنه الإنسان المذنب بتكراره للزيارة بنية مخلصة وخالصة لأنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى بزيارته لقبر الحسين سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى يخفر له هذه الذنوب التي ارتكبها كرامة للحسين سلام الله عليه كذلك في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال من زار قبر الحسين عليه السلام لله وفي الله لا لأجل رضا أي أحد من المخلوقين نية خالصة لله سبحانه وتعالى اعتقه الله من النار وآمنه يوم الفزع الأكبر ولم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه هذا ضمان من الإمام الصادق سلام الله عليه على الله سبحانه وتعالى بأن يقضي حوائج زائر الحسين عليه السلام ولكن بنية الإخلاص بأن يأتي إلى زيارة الحسين عليه السلام بنية خالصة قد يسأل سائل بأنه كيف يمكن أن أتحصل على هذه النية الخالصة كيف يمكن أن أجعل نيتي نية خالصة لله سبحانه وتعالى هناك عدة طرق هناك عدة أنواع أساليب من الممكن للزائر أن يشتنبها وبذلك يستطيع أن يتحصل على نية الإخلاص أن يكون مخلصا في نيتي أولا لا يأتي لقبر الحسين سلام الله عليه لطلب حاجة يأتي إليه لكي يكسب رضى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس عندما يأتون إلى زيارة الحسين عليه السلام نعم هو يريد رضى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بأنه يقوم بعمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويدخل السرور على قلب أهل البيان سلام الله عليهم ولكن ليست هي هذه النية الأصلية ليست هي النية الأساسية له نيته بأنه لديه حاجة لديه أمر معين لديه غام يريد أن يكشفه يريد أن يسأل من الحسين سلام الله عليه أن يقضي حاجته فهذا ممكن أن تكون نيته غير خالصة وغير مشمول بهذه الروايات التي ذكرناها الإنسان المخلص في نيته يأتي لكي يكسب رضى الله فقط يأتي لأجل أن يزور الحسين سلام الله عليه دون أي سبب آخر دون أي حاجة أخرى نعم ممكن أن يسأل الحسين سلام الله عليه حوائجه هذا أمر مستحب وأمر محبوب عند أهل البيت وأمر حث عليه أهل البيت بأنك أيها الإنسان تعال إلى قبر الحسين عليه السلام واطلب هذه الحوائج عند قبر الحسين فإنه من مواضع استجابة الدعاء ولكن لا تجعل هذا الأمر هو السبب الأساسي في زيارتك اجعل نية كسب رضى الله سبحانه وتعالى هي النية الأساسية حتى تكون مخلصا في نيتك كذلك لا يأتيه لأجل ثواب لا يأتيه لأجله هو سلام الله عليه الثواب شيء مضمون له شيء يتحصل له تلقائيا فلا تجعل الثواب هو سبب اتيانك لقبر الحسين عليه السلام لا اجعل رضى الله ورضى الحسين عليه السلام هو هذا السبب الحقيقي كذلك لا تجعل الخوف من العقاب هو السبب وراء الزيارة نقل له هناك آثار وضعية لمن يريد أن يترك زيارة الحسين لا تجعل هذا الأمر في بالك تعال إلى زيارة الحسين لا طمعا في ثواب ولا خوفا من عقاب تعاله حبا له كذلك لا تأتيه بشكل عرضي بشكل ثانوي تعال إليه بشكل أساسي بعض الأحيان بعض الزائرين لديه عمل معين في كربلاء المقدسة لديه عمل معين التزام معين قرب الحرم الشريف فيأتي ويقضي هذا الالتزام يقضي هذا العمل وثم بعد ذلك يأتي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام بشكل عرضي بشكل ثانوي ولم يأتي إلى كربلاء لم يأتي إلى الحرم الشريف بنية الزيارة أساسا جاء لكي يقضي حاجته ثم بعد ذلك جاء إلى الزيارة هذا أيضا ليست نية مخلصة ليست نية خالصة لزيارة الحسين السلام الله عليه النية الخالصة بأن تقصد من بيتك وتنوي أن تأتي إلى زيارة الحسين السلام الله عليه وكذلك أخيرا في هذا المجال أنه لا تأتي لزيارة قبر الحسين سلام الله عليه لأجل النزهة لأجل الترفيه لأجل السفر بعض الأحيان بعض الزائرين يأتي إلى كربلاء المقدسة لأجل قضاء العطلة مثلاً لأجل أن يترفها في هذه المدينة المقدسة بأن يمضي وقتاً جميلاً في هذه المدينة المقدسة ومن ضمن هذا الوقت يأتي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام هذا أيضاً نيته لم تكن نية خالصة فإذا إذا أردت أن تنال هذا الثواب العظيم الذي ذكرناه والروايات العظيمة التي بيّنت ثواب من زار قبر الحسين عليه خالصاً يجب عليك أن تترك هذه الأمور وأن تتوجه لزيارة قبر الحسين عليه السلام بنية خالصة وتامة ومستقلة عن أي شيء جعلنا الله وإياكم من المخلصين في زيارتنا للحسين عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة